يا تارى لحد يومنا هذا كم فيلم امريكي تفرجت عليه وحسيت ان انا اضاف للانجليزي بتاعك ادنى شيء والغريب ان كلما تجي تفتح اي فيديو على اليوتيوب تلاقي حد يقولك ان اتعلمت الانجليزي من كتر مشاهدتي للافلام ومشكلة فين مشكلة فيها او في الافلام اللي بتفرج عليها او في الانجليزي ذات نفسه عشان كده حلقة النهاردة صديقي ان شاء الله تعالى نحط ايدينا على اهم الغلطات اللي بنعملها لما بنجري تفرج على اي فيلم امريكي معكم اسلام لا لايك الاول بعد ازناك معكم اسلام اي كي اي سامكس بحلقة دمجي شوارع خلينا كده من البداية نجيبها على بلوطة بتتفرج على اي فيلم امريكي بترجمة عربي اللي استفادة كده حطيت ترجمة الانجليزي اللي حصل اللي استفادة ضعف طيب لو اتفرجت على ترجمة انجليزي بس مش هتقدر هتكمل ليه اما انا مش فهم حاجة جماعة نص الكلام مش فهمه طب حطيت العربي بس راحت منك خمسين في المية من الاستفادة لا يا صديقي مبساطة ربنا اديك واثنين واثنين عين علشان دي تسمع ودي تشوف تلاقي مخك كده عمل سجل ووصلات عصبية جديدة بالكلمة دي وبطريقة نطقها وهتلاقي التركيز بقى مضاعف عليها احتمالة انك تنسها اصلا بقت اقل ما هو دا سبب منطقة جدا يخلك لو اتفرجت على 100 فيلم اجنبي جايين نص اللي استفادة اتكلت خلاص سمعت اللي سمعته الان مش شايفة حاجة موسيقى 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 يا عم اسلام خليك منطق شوية وان هجيب منين كل يوم وقت فاضي اتفرج على فيلم اجنبي مدته ساعة ونص دي ايه زي حصلت اسيب لك بقى الفيلم ومتعته واركز بقى في الانجليزي والكلام يعقل طب ايه العمل بقى هل في حل بديل اه في ان شاء الله بدل ما تتفرج كل يوم على فيلم ساعة ونص ممكن تفرج على فيلم كامل مدته 8 دقيق 10 دقيق 12 دقيقة 15 دقيقة على قناة اسمها دارمان قناة دارمان القناة عليها فوق العشرين مليون مشترك مش منفرغ على فكرة لدرجة فيديوهاتها بدأت الدبلجة عربي كل 3 ايام فيديو جديد بينزل الفيلم كأنه متصور في السينما فيلم السينماية عادي جدا التصوير بتاعهم الافلام بتاعتها قصيارة بتناش قضية في مدة ما تعديش ال 15 دقيقة زي مثلا التنمر الكتب اه ابو مهمل في اسرته القناة دي يا شباب من كتر ما هي جايبة من الاخر بحطها في كورساتي دي مش دعاية ليهم والله ربنا يعلم بس الانجليز بتاعها عصري جدا الكلام اللي انت بتسمعه على مدار اليوم بتقال فيها والاهم من ده كله الافلام دي كلها متترجمة من تحت كده بالانجليزي ثابت معاك طب معلش يا اسلام انا الانجليزي بتاعي على قد شوية افهم ازاي ولا يهمك على طول شايف الاضافة دي حطي تقالك تحت وفي فيديو تحت كمان سابهوا لك بشرحها دي بتعملك على اي فيديو على اليوتيوب ترجمتين ترجم عربي وانجليزي شيل ما انا الانجليزي خليك في العربي هتساعدك كتير جدا استماع يومي ومبروك عليك عشان بيكونش عندك حجة كده انت تقريبا كل يوم بتفرج على فيلم هتاخد منه جمل في منتهى الاهمية ابسط الجمل اللي هتشوفها في الافلام دي هتحسها عصرية جدا لدرجة لأ انا عايز احفاظها سابتة معايا دي مدى الحياة زي مثلا لما قال في الفيديو ده مقصدش اكون فدولي يا طرق الها ازاي حتى هيقابلك مواقف مهمة جدا هتحتاجها في حياتك ازاي تعمل في المطعم في البنك مع كل حلقة بتناقش فكرة وقضية معينة زي ما الراجل ده في نفس الحلقة دخل البنك اللي هعيز اعمل اداع شيك بكيمة مليون درار يا طرق الها ازاي اوه حياة يومية هي I would like to deposit الكلمة دي هنستعملها كثير جدا فين اي مكنة ات ام تتعمل بيها هتلاقي مكتوب على المكنة اداع اداع مبلغ مالي They wanted a hundred dollar deposit 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 زي ما بنقول بالعربي مش هنسا مارا حنسا مش هاكلها مارا حاكل بالانجليز بقى لما بنجي ننفي المستقبل بنستخدم الوردة ان الشفايفي بتاخد وضع الوردة will not على بعضها won't 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 شفت الشفايف كانها وضع وضع وردة won't طيب لو انا عايز اقول لن اتوقف هقولها ازاي انا لن افعلها فلو سألتني اولي زي جاز علان اليوم اندل هقولك لن اتترك الى هذا الامر I won't go into that So 19th century I won't go into that but 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 وزي ما بنقول بالعربي مش هننسا اللي بيحصل في اخواتنا واهلينا من الانجلس هنقولها بالانجليز بالزبط زي ما تقالت في المشاهدة we won't forget وما تنساش الوردة I promise I won't forget 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 لو عايز اقول بالانجليزة انا حس ان انا متحفز اكتر من اي وقت ماضى جملة طويلة صح؟ بص البساطة I feel more relaxed than ever No I feel more motivated than ever No I feel more motivated than ever No I feel more motivated than ever ببساطة لو عايز تقول من اي وقت ماضى than ever طب لو عايز اقول انا حس ان انا مسترخي اكتر من اي وقت ماضى I feel more relaxed than ever I feel more relaxed than ever I feel more relaxed than ever يا جبل ما يذكري كل ده من تركيز ثانية واحدة من مشهد واحد من فيلم واحد سيب عليك الموضوع بطع السرعة شغل الترجم دين موضن افا موضن افا موضن افا ان شاء الله القناة دي تكون سبب من الاسواب اللي تخلي استماع الانجليزي عندك بشكل يومي وان شاء الله شوفكم مرة جاية في الفيديو اللي وعدتكم به عملت ايه علشان اوصل لمرحلة ان انا كون مترجم في خلال ثلاث سنين شوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد في حلقة جديدة كان معكم اسلام وزيجة من قناة انجليز الشوارع لا الهن الله اللهم احفظ اهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في ايمانهم وصبرهم ولا اله الا الله